اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا مش واخدك عشان اربيك انا واخدك عشان تشتغلي معايا خليك سكتة بقى نامي بقى انا اربيك احسن تربية وهديك كل اللي انت عايزاه وهسميك يا ترى سميك ايه؟ اه تمام لايك عليك لانا هسميك لانا خلاص اوه جايبة مين يرغد اه يا سلم صحيح لقيت الطفلة دي في الشارع بجد صعبت علي اخدتها هنا واحنا هنربيها اه تمام فكرة حلوة بجد مبيننا ما عندناش اطفال حتى غير كده هنخليها الاميرة يعني بما ان الملك وطبعا هنعتبرها بانتنا فلما تكبر هخليها الاميرة فرحت جدا انك وفقت وما تدايقتش لا لا خالص هتدايق من ايه انا بحب الاطفال اصلا ويا ترى بقى سميتيها ايه؟ سميتها لانا اسمي حلو برضو الاميرة لانا ايوا كده يا رب بقى مش عارفة اختار ايه ماما يا ماما خير يا لانا في ايه؟ يماما مش عارفة اختار الفسان اللي هنالبسه النهاردة انت مبادل المكان كده ليه؟ كل ده بس عشان مش عارفة تلبس ايه؟ يماما جدا محترق جدا مش عارفة هالبس الفسان الوردي ولا الفسان الموف انت براييك ايه احلى؟ اعتقد هيبقى اللون البنفسجي هلايق اكتر لان النهاردة حفلة التدويج بتاعتك يعني هتلبس التاج موفي جدا انا متحمسة جدا خلاص هالبس اللون الموف انا برضو حاس انه هيبقى حلو تمام كده يا ماما ايه رأيك؟ ايه حلو يلا بقى استعد وانزل بسرعة ما تتأخريش تعارف باباكي مش بيحب يتأخر حاضر تمام الو انا عايز الحفلة طبعا تكون متنظمة النهاردة حفلة التدويج تمام يا سيدة الملك الحفلة كلها متزبطة تمام خلاص جاهزين؟ ايه يلا اه يلا تمام لينا لينا ايه ايه عايزاك يهدي الوقت في مهمة طيب عايزاك تروح تجيب زهرة الارجان طب بدي اجيبها منين طيب هتلاقي جنب البحر كده تمام طب هو لازم اجيبها يعني؟ طبعا اسمعي كلامي وكل حاجة اقولهلك لازم تعمليه طيب خلاص ماشي لازم تجيبيه عشان اعمل وصفة صحرية حاضر وانا راح في مشوار بسيط كده برضو عشان اجيب جوهرة وهرجع البيت تاني وانت ترجع بسرعة ما تروحش في اي حدة ولا حد يشوفك حاضر حاضر تروح بس تجيب الزهرة وترجع البيت تاني تمام يلا دلوقتي ماشي اه وانا راحنا كمان اه وصلت خيرن البحر اه هي دي زهرة اللي هي عايزها طب هي ما قلت ليش اللون اللي هي عايزها ده وما في ثلاث ألوان اظن هي عايزها الأصفر لا شكلها تزعالي لو جبت لها الأصفر خلص هيجيب لها الموف طب هي ما قلت ليش أصلا خلص هيجيب لها الثلاث ألوان بس كده هرجع البيت بقى بسرعة قبل ما تقول لي لنا اتخرت يلا وصلنا جدا مكان حلو جدا ايوة طبعا ده حفلة كبيرة فلازم تكون حلوة في هذا اليوم أعلن رسميا أن ابنتي لانا أصبحت ولية العهد وأصبحت الأميرة لانا ممكن أستكشف المكان هنا لأن المكان هنا عجبني جدا تمام ما فيش مشكلة خضر احتك انت بقيت الأميرة ماشي شكرا واو النهاردة الحفلة كانت حلوة جدا وبجدا فرحانة جدا أني أنا بقيت الأميرة ولابست تاج ايوة لقيتها هي دي الجوهرة اللي أنا بدور عليها فعلا بتنور ده هما بيعملوا هنا حفلة آه فهمت ده النهاردة حفلة تتويج الأميرة ليه الأميرة لانا يعيني ده هي مفكرة أن دول أهلها ده هي ما تعرفش أصلا أن إحنا لقيناها في الشارع وهي لها أخت توقم وهي مفكرة أن دي ممتها وبابها كويس أن محدش قال لليانا أن هي عندها أخت توقم وشبهها بالزبط حتى كمان أسمم قريبة من بعض ده إيه الصدفة دي فعلا كل واحد عاش حياته وما يعرفش التاني إيه ده؟ هو ده اللي أنا سمعته ده حقيقة؟ يعني كل الكلام اللي أنت بتقولي ده صح؟ آه قصدك علي أنا أنا ما قلتش حاجة لأ أنا سمعت كنت بتقولي أني أنا عندي أخت توقم ونا ما عرفش وإن الملك والملكة ضحكوا علي وإن هما مش أهلي ممكن تقولي الحقيقة؟ أيوة كل الكلام اللي أنا قلتوا ده صح ارتحتي بقى وإنت فعلا عندك أخت توقم وإنت متعرفيش حتى الملك والملكة اللي أنت عيش معهم عارفين كل حاجة وما قالوا الكيش وإنت أصلا كل ده مفكرة أن دول أهلك وفعلا عندك أخت توقم وشبهت بالزبط حتى عنادية زيك إيه اللي أنت بتقولي ده؟ طب أنا عايزة أشوف أختي لانا لانا نعم دقيقة بس أنا كنت بكلم شخص مهم مين الشخص المهم ده؟ دقيقة بس وهرجعتني بسرعة إيه ده؟ هي راحت فين؟ لأ بجد وعد كون مشت أنا ملحيتش عرف عنها أي تفاصيل ولا عرفت حتى كمان أختي هي فين وعملة إزاي وهلا هي كويسة ولا لأ أنا فعلا كنت أحس أن أنا عندي أخت وكمان كنت أحس أن الدول مش أهلي لأنني مش شبههم في أي حاجة إيه لأنا كل الكلام ده اللي أنت بتقوليه وكمان بتعايت ليه؟ انتوا دحكتوا عليا دحكنا عليكي؟ أيوة قول حقيقة يا ماما قصدي الملكة رغط من إمتى بتقوليه للملكة رغط؟ مش دايما بتقوليه لماما؟ أيوة بس في واحدة قالتني أنك مش ممتي وكمان أن أنا عند أخت توقم وانت ما قلت ليش الكلام ده وأنا بجدز على أنا من كل انتوا ما قلت ليش الحقيقة حتى على الأقل كنت تعرفون أن أنا عند أخت بدل منه كده كنت أعدى لوحدي وانتوا زي بتخبوا عني حاجة زي دي؟ بجدز على منكو جدا ولزا ما عارف أختي فين؟ قلوا لي بقى مش فعلا الكلام ده صح؟ مكنتش عايزة أنك تعرف بالطريقة دي كنت هقولك بس يعني ما حبتش أقول في الوقت ده كنت عايزك بس تكبر شوية وفاهمك الموضوع كله طب ما أنا كبرته ما قلت ليش ليه؟ يعني فعلا الكلام اللي كم تقول الست دي صح؟ أيوة فعلا كلامها صح بس فين الست دي أصلا ما ومش عارف هي راحت فين كده بسرعة اختفت طيب هقولك كل حكاية من أولها كنت في مرة بتجول برة البيت وبعدين لقيت الست كده كنت عايزة أسألها على مكان مطعم بس وفاك قالي هنا في أطفال كده بيعيطوا فروحنا إحنا اللي اتنين عشان نشوف من الأطفال دول فلقيتك أنت ومعاكي أخت تانية توقمك بالزبط يعني كانت شبهك وانتوا الاثنين محطوطين كده جنب بعض فأخدتك معايا طب ليه ما أخدتها الشي كمان؟ هي الست كانت معايا بردو وكانت عايزة أخد طفل واحد فكل واحد أخد طفل إذا يا راقضي أنت مقلت ليش لأنهما كانوا توقم كنت فعلا تخديمهما الاثنين زي سبت توقمتها مع واحدة تانية المفروض أن هي عليها توقم يبقى تخديمهما الاثنين أنت عملت غلطة كبيرة بجد أنا عارفة لأنا عملت غلطة كبيرة وأنا ندمانة جدا بس هي ما كانت شردين لأنا أخد كنت اللي اتنين هو إحنا اللي اتنين لقناكو عشان كده الست قالت كل واحد هياخد طفل واحد بجد يا ماما أنا زعلانة وبس مبسطة في نفس الوقت اللي أنا عارفت أنه عند أخت وأنا بجد بعتزن ما تزعلش مني خلص هيص أنا مش زعلانة أنا مش زعلانة من كلانكو ربطوني من وانا صغيرة بس زعلانة برضو في نفس الوقت أن أهلي الحقيقيين سابوني وراموني أنا وأختي كده برا البيت خلص هيلا أنا ما تزعلش أنت زي بنتنا برضو وأنت برضو عايزك تعتبرين أن إحنا أهلك الحقيقيين بس بشرط إيه هو لازم أعرف مكان أختي دلوقتي وعايز أعرف هي فين ولازم أشوفها على أقل لو مرة طب أنت عندك أي معلمات عنها؟ مش عارفة الصراحة ممكن نلاقيها فين طب متعرفيش الست اللي هي أخدتها؟ أهو تصدقي برضو أنا فكرة المكان اللي إحنا تقابلنا فيه طب إحنا ممكن نروح إنك أصلي ممكن تكون سكنة قريب في المنطقة دي فعلا هي بعد ما أخدت أختك دخلت البيت وأنا فكرة المكان اللي أنا لقيتك فيه لازم نروح دلوقتي طيب يلا الحمد لله أنا هربت منهم دلو قعدت معك كمان ثانية كانت هي تكشفني ممكن كمان كانت هي جورايا وتدور على أختها لينا يا لينا ما أقول لسه مجدشي؟ مهما أنا جيت لسه فكرة دي يجي؟ بقى ليك فين كل ده؟ ده أنا روحت بعيد وجبت الكريستالة دي وانت بقى قوليه لاتأخرت ليه؟ مهما بجد كان المكان بعيد وكنت بدور على الزهرة كنتش عارفة وصلها بجد خلاص سامحين المرة دي خلاص ماشي خلاص ماشي بس ما تتكرارش تاني مفهوم؟ ماشي تمام طب هي دي الزهرة أنا مكنتش عارفة بجد أجيب لك أنهي الزهرة لأنه مما ثلاثة بألوان مختلفة ماشي قصة أنا كنت عايزة ثلاث ألوان هه الحمد لله لأنا جبتهم أعودي بقى أعمل أي حاجة كده وما تطلعش من البيت حاضر هو ده المكان اللي أنا لقيتك فيه وتقريبا هو ده بيت الست اللي هي أخذت أختك هه بجد طب أنا متحمسة جدا أنا شوف أختي حتى لو مرة واحدة طب أنا خبط على الباب هه يا ربي من اللي بي خبط على الباب ده من إمتى حد أصلا ما يجلنا؟ ما نشوف هه علة الملك والملكة هم اللي جابوا مينا أهلا 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 يصوفي فكراني مين حضرتك؟ أنا الملكة آه الملكة رغض طيب فكرة البنت اللي أنت كنت أخذتيها آه البنت أيوة اللي هو ما كانوا توقم دول أيوة وعايز أقولك إن هي دي الأميرة لأنه لأنا كنت أخذتها وتوقمتها أنت اللي أخذتيها فكنا بس عايزين نشوفها حتى لو نكلمها المرة واحدة آه آه مفروض أقول إيه؟ آه آه للأسف بجد كنت أعايز أوريها لكو بس للأسف إن هي ماتت إيه؟ ماتت؟ لأ إيه دا اللي أنت بتقولي بجد مش معقول إيه دا اللي أنت بتقولي أنا مش شفتش أختي ماتت من إمتى؟ يعني بقى لها شهر كده للأسف بجد كنت أعايز أوريها لك لأ بجد كنت أعايز أشوف أختي هه خير هو إلي بيحصل برة تقريبا أنت في شكلها؟ لأ أنا بلاش أطلع أنا خليني أعدى مكاني عشان لو طلعت مام هتزعقها لأي أكيد بس خليني كده طي ما فيش أي صورة ليها كنت عايز أشوفها لأ للأسف ما معيش أي صور ليها طي 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 انت سمتها إيه؟ سمتها لينا يا سلام اسمي حلو جدا طي أنا الليل لما شفتك في الحفلة هربت كده بسرعة آه كنت ورايا بس شغلة مهمة فعشان كده مشيت مش عارفة ليه بس حاسة أنت بتجذب علينا أكيد أختي ما ماتتش إزاي أنا هجزب عليكم؟ أنا عايشة هنا لوحدي وخلاص بقى كفاية كلام كتير إحنا لازم ندخل البيت أكيد أنت مخبيها جوا هو إيه اللي لازم تدخلوا البيت؟ مش عشان أنتوا الملك والملكة تدخلوا البيت بتاعي ده بيتي وده خصوصيتي مينفعش حد يدخلوا غيري ودخل للناس اللي أنا عايزاهم سلام بقى كفاية كلام كتير هو الحمد لله لأنا هربت منهم يعني إيه ماما بجد خلاص مفيش أمل أنا مش عارفة أقول لكم إيه أم مش عارفة أقول ماما ولا الملكة أنا بجد حاسة لأنا عند الوحدي وحاسة لأنا وحيدة في العالم ده أنت بتقولي كده ليه ما إحنا عاديين معاك يا هو وبندعمك في أي خطوة بدعمك في أي حاجة أنت بتعمليها أنا عارف يا لانا أني ممكن يكون الخبر دمزع عليك بس خلاص هنعمل إيه يعني؟ مش هنقدر أن نغير حاجة سواني وكده أنتوا صدقتوا كده بسرعة أنا حاس أصلا أن هي بتكذب علينا وأكيد مخبية حاجة ممكن تكون مخبية جوة البيت بس مش عايزة تورها لنا ولازم نتأكد برضو طب والمفروض هتعملي إيه أنا هجيب الراجل كده يرائب البيت دة 24 ساعة ويشوف ملة هيطلع من البيت وملة هيدخل البيت ممكن حتى يشوف أختك ممكن يعني تكون عيشة يعني لسه في أمل أي وما تيقاسيش أنا لازم أتأكدها لها فعلا عيشة لوحدة ولا بتكذب علينا خلاص بجد فكرة حلوة يلا بقى نروح البيت وأنا هجيب حارس كده يقف هنا ويرائبها من غير محد يشوفه إن شاء الله الحقيقة هتتكشف هنحس أن بجده يكون في أمل يلا نروح البيت يلا أيوة يا سيدة الملك طلبتني أيوة يا محسن طلبتك وعايزك في شغل مهم طيب اتفضل قول عايزك كده في مهمة إنك ترائب البيت اللي موجود جنب المطعم أكيد عارفه طب أنهي يوه في كذا بيت أظن عارفه أيوة برضه عشان تتأكد هبعث لك صورة البيت المهم عايزك ترائب البيت ده المدة 24 ساعة وخلي بالك إن أي حد يشوفك وأي حاجة تحصل قلنا فورا وكمان عايزك تقول لنا هل الستة دي معاها بنت ولا هي قعدة لوحدها وتعرف عناها معالمات أكتر حاضر تمامي يا فندم يلا أبدأ الشغل من دلوقتي حاضر أيوة هو ده البيت اللي أم قالولي عليه أنا هف بقى بعيد كده عشان محدش يشوفني هفضل مستخبه هنا لينا يا لينا نعم يا ماما هاتي يدومت دلوقتي بسرعة خير آه عايزة تغسليهم هو إيه اللي عايزة تغسليهم أكيد لأ طبعا أم لا عايزة هدومي ليه يعني قصدو خد أي حاجة معاك عشان عايزين نهرب نهرب؟ نهرب فين؟ ما تكلمينيش كتير نفيزة اللي أنا بقولهولي امسيك الشنطة دي هنخدها معنا وما تكلمينيش كتير حتى كمان ما تسألينيش هنروح فين امشي بس معايا وخلاص وخليك سكتة يلا بقى بسرعة عايزين نهرب قبل محد يشوفنا طيب يلا بس يا ماما احنا عايزين بس ما تكلمينيش تاني أنا قلت إيه؟ خلاص ما عودتش أكلم تاني أيوة كده كويس إن الليل جاء كده محدش هيشوفنا في الظلمة كده هي بقى سهليني عشان نهرب ايه؟ نشاف حد طالعنا استخبه هنا بسرعة وراء بس كده استني بس خليك هنا ما تأكد إنه مفيش حد برا ماشي تعالي طيب أنا جيت هون كويس مفيش حد هنا موجود برا يلا تعالي بقى بسرعة ما مش عايزين نتأخر يلا إيه ده اللي أنا شفته بجد ده طالع أخت الأميرة اللي أنا عايشة وكمان هيهربوا لأ ده بسرعة لازم يبلغ الملك قالوا قالوا يا سيدة الملك أنا لقيت خبر جدا هيفرحك أنا لقيت توقع من الأميرة لنا ولسه عايشة وكمان تعالوا بسرعة عشان هما يهربوا طيب حاول تعرف هيهربوا فين وقلنا بسرعة حاضر أنا هرائبهم واشوفهم ويروحوا فين وهقولك بسرعة يلا هم ألحقهم قبل ما يمشوا إحنا نستنى هنا بقى ما المترو يوصل سيدة الملكة نعرفتم ما رايحين فين لهم هنا موجودين في محطة المترو وكمان رايحين على واشنطن أتمنى تيك بسرعة أو تبعت أي حد من جنودك عشان يوقفهم مش هقدر يوقفهم لوحدي وبسرعة قبل ما المترو يوصل إحنا وصلنا آه الحمد للإن أنت وصلته كويس إنهم ليسا ما ممشوش ما تتكلمش كتير وقل لي هما فين موجودين جوا بيستنوا المترو طيب يلا أنا هتولى الأمر استنوا يا جماعة أنتوا رايحين فين لا حيب سرعي يلا تدخل المترو لا أسوان المترو مش هيتحرك وقفوا المترو هو فيه أنتوا موتوا وقفوا المترو اللي إحنا عايزين نمشي أنتوا منتهم أبداهم يتخط في بنت وكمان بتهرى بيها هو إيه اللي إنتوا بتقولوه ده يلا تعالي معنا هنوديك السجن ما فيش كلام كتير لا يا ماما ما متسيبينيش فيه إيه اللي بيحصل أنا مش فاهمة ممكن تفاهميني بقولوك إيه انت سيبوني كده أنا معملتش حاجة دي بنتي لا ما تجذبيش مش بنتك مش بنتي ولا بنتك كمان وعلى أساسي يعني الأميرة لأنا بنتك يعني الأميرة لأنا أنا اللي مربياها وكمان البنت اللي إنت واخدها دي توقامتها ومفروض يكونوا مع بعض غير كده كمان إنتي كذبت علينا وقلت إنها ميتة ما هو ما أنا مش فاهمها وما إيه اللي بيحصل ده ممكن تفاهميني لو سمحت يا أستاذ لازم تقولي الحقيقة كلها حاضر الفكرة كلها اللي إحنا لقينا التوقام دول وأنا أخدت واحدة منهم والملكة أخدت واحدة منهم بس كده المشكلة بقى فاهموني وزي ما هي ربت بنتها أنا برضو ربت بنتي بس دي مش طرق تربية خالص إحنا عرفنا حاجات كتير عنك إنك إنت كنت معا زباها ومقعدها في البيت ومكنتش بتطلعها أصلا من البيت حتى غير كده كمان مش بتوديها المدرسة ده هي عندها 12 سنة يعني مفروض تكون في ساعة تبتدائي قولنا إنتي أنا اسمي لينا قولنا هل السيت دي كانت بتعاملك كويس؟ لا الصراحة غير كده كمان عرفنا إن انت كنت حبسها في البيت لمدة أسبوع وبدون أكل وجدت بتأكلها مواد ضرة مش الكلام ده صح يا لينا؟ أيوة فعلا أهي خلاص اعترفت يعني يعني دلوقتي هو أنا عنده أخت أصلا؟ أيوة وأختك هي الأميرة لانا لينا أنا فرحتي جدا إنك طلعت عايشة غير كده كمان أنا فرحانة جدا إنه عنده أخت توقم يعني بجد أنت أختي؟ أيوة أيوة حبيب أنتوا لتنين أخوات مش أخوات وبس أنتوا توقم أصلا حتى لو أنتم ملاحظين أنتوا شبه بعض يعني أفهم إن الأميرة لانا أختي؟ أيوة بالزبط أنا مش أدري استوعب بالجد اللي بيحصل دلوقتي فعلا يا لينا الأميرة لانا دي أختك تعليب عشان ناخدك عشان خاضر ما تاخدهاش خلاص يا حضرة الشرطة ما تاخدهاش تمام خلاص بجد شكرا أنا ندمنج جدا إن أنا كنت بعملك وحش وفعلا مكنتش باعتبرك بنتي كنت باستغلك وخلاص وجدت جايبك أصلا عشان تشتغلي معايا والعمري اعتبرتك بنتي وجدت كل يوم ببهدلك أنا غلطان أصلا أنا كنت أخدتك من الأول يلا سلام دي آخر مرة هشوفكو فيها وهسافر بقى الوحدي لانا ولينا من النهار دا هيعيشوا مع بعض خلاص كده أنا مهميتة خلصتانها همشي دلوقتي ماشي يلا سلام عايز أقولك يا لينا اللي انت هتعادي معانا في القصر بتاعنا أنا أحوض معاكم أيوة أكيد انتو اللي اتنين أخوات ولازم تبقوا مع بعض ومن النهار دا هيبقى اسمك الأميرة لينا بي جدا فرحانة جدا بس ما تعرفوش أي حاجة عن أهل الحقيقيين أو أهلنا يعني الحقيقيين لا للأسف ما نعرفش أي حاجة بس أنا خلاص ما عاتش بفكر بالموضوع هم سبوني ورمونا ممكن كانوا بيحبونا بس مش قادرين يربونا مثلا أو مش قادرين يصرفوا علينا ممكن كانوا في الظروف قاسية مثلا بس أكيد بيحبونا أيوة فعلا كل الأمهات بتحب ولادها ومن يعرف ممكن كانوا في الظروف قاسية واضطروا يعملوا كده خلاص بقى كفاية كلام كتير ويلا نروح البيت طيب يلا هو لو ما فيش مشكلة ممكن نعود في الحديقة آه ما فيش مشكلة بس دلوقتي أصلحنا بقينا بالليل خلاص يعني ما ينفعش أصلا ما شفتش الحديقة دي قبل كده بس أظن أن هي حلوة أصلا ما كان بتروحها لوحدها خلاص عادي ما فيش مشكلة ممكن نروح نروح دلوقتي هاي طيب شكرا ووو طيب يلا يا عيني مفكريني خايفة منهم أنا طبعا ما سكتش وهوريهم وش التاني ألو مايكل اعمل المهمة لأنا قلتلك عليها وما تمشيش غير ما تتأكد أن هي ماتت رأيكم بقى في المكان حلوة قوي آه فعلا حلو جد أول مرة شوف المكان ده طيب أقعد وألعبه لأن أنا فرحانة جدا اللي أنا عند أختي زيك وإن أنا فرحانة أكتر وده أسعد يوم في حياتي فيه ورود تحتي كده أنا هشوفها بجد الشكلون حلو واو حلوة الوردة دي هلبسها لينا ما تروحش بعيد حضرة أنا وقفة هوا لأ لأ عملته المهمة همشي بقى بسرعة لينا لأ طب ولينا يا دكتور وليلنا يخبر عنها مش عايزة صدمكو بس للأسف بنتكو ماتت مش عايزة صدمكو بس للأسف بنتكو ماتت ايه لأ بتقولي ايه لأ مش معقول انا ملحيتش هشوفها مش هادر اصدق لا بقى جدا ملحيتش هشوفها انتو زي مش عارفين تتصرفوا أسف بنتكو بس دي حالة قتل ووقتي ما الشخص قتلها ماتت بسرعة فأكيد مش بقدنا حاجة لا ازاي يعني مش هادر اشوف اختي تاني انا بقى جدا مصدقت ان شفتها طب متعرفش اي حاجة عن الشخص اللي قتلها اوش شفتي حتى لا للأسف انا كنت وقفة فوق ازاي بتسيب اختي كده كنت لسه هنزل هي كانت وقفة بتتفرج على الورود انا مش عارفة لي بيحصل كل ده انا غلطان اني وفقت وخليتكو تروح لحديقة مش عارفة ولقب جد انا مستعد انا مستعد انا مستعد